ترأس صباح اليوم وممثل الصندوق الأوروبي للتنمية دكتورة كران محمد افتتاح الورشة التدريبية لعرض نتائج العمال التي قامت بها شبكة العاملين ضد المجاعة في جادة جرت المناسبة بمركز سيفوت وبهضور عدد كبير من المشاركين التفاصيل ذا الهسين النور يوسف جاءت هذه الورشة بغرض عرض نتائج العمال التي قامت بها شبكة العاملين ضد المجاعة في جاد لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في قطع مكافهة سوء التغذية تم إنشاء شبكة العاملين ضد المجاعة في جادة أقبل ملتقى الوطني لمحاربة المجاعة عام 2015 وأن الشبكة أعملوا على وضع الخطط والاستراتيجيات لمحاربة هذا الداء في المناطق التي تعاني من التصهر والجفاو وسوء التغذية رئيس شبكة العاملين ضد المجاعة في جادة قال أنهم خلال هذه الفترة الوجيزة حققوا مع شركائهم العديد من الأعمال لمحاربة سوء التغذية في جاد وأن أرضهم لهذه النتائج التي تحصلوا عليها خلال عملهم الميداني ستسمح لهم بوضع استراتيجية جديدة لاستعسال هذه الظاهرة من الأراضي الوطنية من نهايةه ممثل الصندوق الأوروبي لتنمية الدكتور كرار محمد خلال ترعوسه لافتتاح أعمال هذه الورشة قال أن هذه الشبكة أسست بفضل الاستراتيجية التي وضعتها الهكومة لمحاربة سوء التغذية بالبلاد شاكرا جميع شركاء البلاد العاملين في هذا الجانب على دعمهم المتواصل لشبكة العاملين ضد المجاعة في جاد لتنفيذ عمالها وأهدافها المرسومة وفي نهاية المناسبة تدخل المشاركون ومنذبي وسائل الإعلام لاستفسارات عن الخطوات الجديدة التي تتابعها الشبكة ورد عليها رئيس شبكة العاملين ضد المجاعة في جاد ترجمة نانسي قنقر